أهلاً فيكم برج الأسد في قناتي اليوم راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية إلى آخر الشهر وفي رائعه مثل دائماً راح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً طفل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد أن بعض الأشي اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة أو قريبة من طاقتك طبعاً دائماً خذ من القراءة الشي اللي تستفيد منه أو الشي اللي بتحس بيختمك وترك الأشي اللي بتحسه مش منطبق أو ما بيفيدك أو ممكن حتى تعتبره شوي سلبي لأنه القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو إشي رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه راح نبلش أول بطاقتك إمتى؟ بعداً طاقت الحبيب والشريك فطواتكم في المستقبل ومسير العلاقة بينكم في المستقبل بعدين ممكن نسحب كروت توضيحية إذا بدنا نمضح أمور أكثر طيب نبلش أول بكروت النصيحة لإلك يا برج الأسد نبين برج الأسد عندي أنت عم تكتم على مشاعرك أكثر أو تخبي مشاعرك عن الشخص اللي بتحفوه أكثر عم شوف أنه ممكن أنت بتشك في نوايا هالشخص أو مش متأكد كتير من حقيقة مشاعره تجاهك بتركز أكثر على الجانب اللي ممكن يكون شوي سلبي أو شوي فيك حذر بزيادة هالشهر الإشياء اللي بتحسها أيضا مشاعرك اللي بتحس فيها عم شوفك ما بتعبر فيها للحبيب أكثر عم شوفك ممكن تكون منغلق عاطفيا على حالك هالشهر أكثر عندك أغلبية كروت النصيحة بتحكي عن الإموشنز فإنت مركز كتير عالشهر على عواطفك يعني عندك 4 إموشنز عندك 6 إموشنز في أشخاص حوالينك في شخص حتى أو أشخاص حوالينك بها الفترة يعني أشخاص ممكن تفيدك من الناحية العاطفية يعني فيها عندك فرص عم تقدم لإلك بس أنت مش مش منتبه لإلها عم تركز على الأشياء ممكن عم تركز على الجانب السلبي بالعلاقة أو بمشاعرك أو ممكن في عندك حتى يأس أو فقدان أمل من أنه وضعك ممكن يتغير من الناحية العاطفية وممكن تكون عم تفكر بشخص بعيد عنك حاليا وبعيد عن الملال منك حاليا وممكن تضيع في هالأفكار فكلت النصيحة بتحكي لك إنه أفضل إنك تكون شوي أو تفتح عينك على الطاقة المحيطة فيك أو الناس المحيطة حواليك أيضا بدك تكون منصف بحق حالك وبحق مشاعرك لأنه عندك 6 إموشنز تحكي عن التوازن والبالنت فممكن أنت عم تتذكر شخص X قديم حبيب قديم أو عم تتذكر شخص كنت معه فيه علاقة ولكن فشلة العلاقة أو مش عم تحكمه مع بعض حاليا فأنت ممكن عم تحاول تصرف النظر عن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا فبدك تعطي مجال لأنه تعبر عن المشاعر اللي عم تحس فيها إذا كان بالنسبة لك كنت نصيحة بأنه نشوف طاقتك أنت هم نشوفك بالفعل تركت علاقة معينة تركت شخص معين تركت إشي معين أو أنت بالطريق إلى أنك تترك إشي معين يعني عم تحاول تستخدم المانيفستيشن طاور أو طاقة الجهد لأنك ممكن عم تحاول توجد القوة في حالك أنك تترك أو تبعد عن الشخص لأنه مبين أنه أنت كتير مركز على الوضع العاطفي وعم تحس أنه هو مسبب لك نوع من الإستقع عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مقين فعم شوفك أنت تركت إشي معين تركت شخص معين علاقة معينة لأنك في أمنية بدك تحققها ممكن تكون أمنية بخصوص الشغل ممكن تكون أمنية بخصوص شخص آخر معين يعني ممكن تكون تركت شخص أو تركت علاقة من أجل شخص معين لأنه إستار عندك فأنت في عندك أمنية في عندك إشي معين أنت عم تسعى إلى تحقيقه بالنسبة لحبيبك أو الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق مع معك فيها شوي من التلاعب أو مش عم يحكي لإلك الحقيقة كاملة لأنه هالكارت هو بالتاروت هو الثيف أو هو اللص فهالشخص عم نساوي إشي حاليا مفروض هو ما يساوي ممكن يكون عم يتجسس أو عم يراقبك أو عم يتطلع على أخبارك إشي طاقة كثير طاقة غير مباشرة طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه بالذات معه يعني ثلاثة الكروت هدولا بيبينه إنه الشخص حاليا في حالة هدوء تام ممكن أنت مش عم تعرف عنه أي أخبار وهو بده أصلا هيك بده يكون في حالة هدوء تام عم شوف طاقة غير مباشرة عم شوف أيضا تحكم تحكم قوي جدا بالمشاعر أو حتى بالقرارات هالشخص ممكن يكون حاليا أو مهووس بإنه يسيطر على جانب من العلاقة أو على تحرك هالحلاقة بينك وبينه يعني أم شوفه في عنده هدف وفي عنده نقطة معينة ويعني مستعد يساوي أي شيء عشان يوصل إلى إلى هالنقطة أو إلى تحقيق هالنقطة مبين إنه الشخص اللي عم تتعامل معه برغم إنه الطاقة يعني برغم إنه أنت برجك ناري إنه الشخص اللي عم تتعامل معه مثل كأنه ندك أو مثل كأنه بيواجهك بها الطاقة شخص أيضا هو كتير فازاسب ممكن يكون برج الحمل وممكن يكون شخص بالخارطة الفلكية عنده فيه كتير طاقة نارية بالذات إذا كان بالمشاعر ممكن يكون الفينوس أو الزهرة لأنه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية فهالشخص ممكن يكون الفينوس عنده أو الزهرة عنده بالخارطة الفلكية برج ناري لأنه عم شوف فيه تحكم وسيطرة على الوضع كتير شديد فممكن فيه إشي بينكم ممكن يكون أيضا عم يحاول يسيطر عليك إنه إنت ما تترك العلاقة لأنه عم شوف إنه إنت في عندك نية بإنك تترك أو نية الرحيل وهو في عنده نية الترويض أو بده يمشي الأمور مثل ما هو بده يعني أنت بدك تترك وهو بده يمسك كون أيضاً الترويض هاي بتتبع برج الأسد فهالشخص مبين إنه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية أو بالمشاعر شخص كثير شخص يحب يتحثم كثير بعلاقاته العاطفية شخص يحس إنه هو لازم يكون المسؤول اللي يقوم بالقرارات اللي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجه هالشخص لأنه ممكن يكون ممكن يكون شخص يعني عفوي ممكن يكون برجه حتى مائي ممكن تحس إنه هو ما في عنده الطاقة النارية أو الطاقة المتهورة ولكن تحت الرادار هالشخص يعني بالوجه الآخر أو بالعقل الباطني أو الطبقة اللي تحت هالشخص كثير متحكم فممكن للوجه الخارجي يبان العكس يبان أنه أنت على أنه برجك ناري أنت لي فايري أكتر أنت لي حركي أكتر ولكن بس تيجي تحلل وتفتح الأمور أكتر تشوف إنه هالشخص من جوه شخص كثير بيحب السلطة بيحب أنه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي بالنسبة لخطواتك في المستقبل همشوفك مستني ممكن من هالشخص خبر أو أنت محدود أو رح تنحط في المستقبل بين خيارين أو خطوتين أو شيئين شيئين بدك تختار منهم قرار ممكن أنت عم تحاول عم تفكر أنه تضل مع هالشخص أو تمشي في طريقة آخر لأنه أنت مبين أنه أنت عم تفكر أنت عم تفكر أنه أنت عم تبحث عليها حالياً فأنت عين على هالشخص وعين على الأشيء بعيد المنال اللي بدك توصله والأمني اللي بدك تحققها تكملة اللي بدك تمر فيها فبالمستقبل لسه عمشوفك رافض أي عروض عاطفية ولكن ممكن يكون فيه يصير فيه بينك وبين هالشخص التواصل لأنه هالشخص عادةً بيحمل رسالة من نوع ما أو بيحمل إشي فيه نوع من التواصل فعم شوفك بالوضع العاطفي يعني بعواطفك إلى أنك رافض للوضع أو رافض أي عروض حب عم تقدمها إلك بس البعض منكم اللي ما في بينكم تواصل أو مش عم تحقوا مع بعض فيه بينكم طاقة انتظار طاقة أنت عم تستنى تسمع من هالشخص وهو أيضاً عم يستنى يسمع منك هالشخص بالنسبة بالمستقبل مثل ما حكيت راح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين أو بدك تختار بين شيئين بيختلف من برج أسد إلى برج أسد أنت بتعرف شو هو أو راح تعرف شو هو الشيء اللي يعني راح تنحط خلص بمفترق طريق لابد من أنك تختار قرار بالنسبة لطاقة الحبيب في المستقبل عم يشوفه عم يمر كتير بتغيرات طاقته راح تكون فيها كتير من التغيرات عم شوفه أيضاً هالشخص كتير الفرانت طابعه بيتغير ممكن يكون برج مائي يعني ممكن يكون متقلب المزاج لأنه عم شوفه يعني بيتنقل بين العواطف أو بيتنقل بين شو هو بيحس ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها يعني بطريقة طريقة اللاوعي اللي عنده هو ما بيعرف بس هو متقلب المزاج كتير وأفكاره ومشاعره بتتغير كتير فإذا أنت بتتعامل مع هالبرج أو يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم بتتعامل معه بدك تكون فلكسبل بدك تكون مرن مع هالشخص إنك تفهم تقلبات مزاج هالشخص لأنه يمبين بالمستقبل أيضاً شو هلأ طاقته والحالية عم شوفها طاقة كتير صارمة أو كتير ثابتة أو كتير هادية أو عبية يعني الشخص عم يتحرك ببطء شديد تجاه إشي هو بده يحققه ولكن في المستقبل الأمور بتختلف عجلة الحظ هون الأمور دائماً بتختلف فرح أمشوفي بينكم رح يكون حديث صراحة لأنه مبين أنه أنت وهو مش عم تقلي مش عم تحكوا مع بعض حالياً عتنيناتكم عم تطلعوا على بعض مستنين الطرف الآخر يقوم بخطوة أو يقوم بكلمة ولكن سلوبكم مع بعض كتير دفاعي بالذات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يقص المشاعر يعني عم شوفك أنت أكتر أو منفتح أكتر ممكن تكون أنت شخص روحاني أكتر من الشخص اللي عم تتعامل معه شخص أيضاً ممكن يكون في بينكم فارق بالسن لأنه ممكن يكون ها شخص أكبر منك لأنه أوراقك أنت أوراق صغيرة والأوراق اللي طلعت هون أوراق شخص كبير بالعمر شخص كتير قاسي فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أكبر منك بالعمر وبتحس أنه العلاقة معه فيها كتير من الدسبنل أو فيها كتير من الاندباط أو هالشخص بيطالب كتير اندباط بالعلاقة يعني بيحب وكأنه يعني مثل مدرسة أو إشي مثل هيك يعني ما بيحب أي إشي شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه أو إشي يعني بالملي هالشخص بيحاسبك بالملي وهو أمشوف أنه هو أصلا طبيعته هيك يعني مش بس أنت يعني أمشوف أنه هو حتى مع نفسه بطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسبلين مثل كأنه ضابط أو شخص كتير صارم طيب بدنا نشوف التواصل اللي بينكم أو شو رح يصير بالمستقبل بينكم لأنه مبين أنه فيه طاقة انتظار هون بينكم فبس بدنا نوضح فقط شو طبيعة التواصل رح يكون أو هل رح يصير فيه تواصل أو إذا أنت مستني لخبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص لأنه مبين أنه أنت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص وهو أيضا عم ينتظر لأنه هالطاقة مشتركة فبدنا نشوف شو رح يصير فيه تركيز أكتر على المادة عم شوفك أنت مركز أكتر على المادة برغم أنه أنت مستني خبر من هالشخص إلى أنه فيه رفض للعواطف أو ممكن يكون هالشخص مش أنت اللي بدك ياه يعني ممكن يكون هو يحاول أكتر من مرة يتقرب منك ولكن أنت مثل ما حكيت لك أنت فيه شخص أو فيه أمنية بحياتك بعيدة عنك وأنت هاللي أنت بدك تروح لإلها فمش عم تشوف ممكن الشخص عم يحاول يتترب منك ولكن أنت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوفها على المدى الأكبر عم شوفك أنت رافض هالشخص رافض الكونيكشن من هالشخص بدك تبعد عن هالشخص لأنه فيه أمنية أو فيه شخص أنت بتطمح تكون معه أو بتطمح تحققه فبالمقابل لأنك عم تبعد عن هالشخص صار فيه هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه وعم يحاول يقيدك عم يحاول يحطك في بوكس لأنه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه وإنت رافض 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 أي مشاعر عم تيجي من هالشخص يعني أنا حزنت على يعني أنا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه لأنه بيين هو برغم أنه قاسي إلى أنه هاي هي اللغة الحب اللي عنده كأنه ما بيعرف يحب إلا بها الطريقة ما بيعرف إلا بطريقة السيطرة لأنه أي إشي بيحبه بده يكمش عليه أو بده يحطه في بوكس معيا وإنت بدك حرية عم شوف أكتر بدك بدك تنطلق بدك تروح إلى مدى آخر فبدنا نشوف شو برج الأسد شو أنت بدك تساوي لأنه أنا عم شوف الشخص هو بده عم يقدم لك عروض حب ولكن أنت رافض عروض الحب فهو ما في عنده حل غير إنه يستنى خبره منك أو يستنى حتى تلميح أو إشي منك أنه أنت ممكن تتقبل منه أي حكي أمشوف هو اللي عم يرفض وراك وأنت اللي عم تصد به الشخص حبايا برج الأسد بتمنى القراءة تكون ساعدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحكي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رحيكم في الفيديو شكرايب شكرا شكرا